السلام عليكم أمر معاكم هنا زي ما تعودت وكل أحد نجيكم بأهم الأخبار من وول ستريت ومن حول العالم كان أسبوع مميز بالنسبة للأسواق الأمريكية ولكن يوم الجمعة كده ذكرنا أنه كيف التذبدب العالي في عام 22 فكان يوم الجمعة يوم شديد بعض الشيء على الأسواق الأمريكية حلقة اليوم هنتكلم كده على ريكاب سريعا ماذا حدث هذا الأسبوع في الشركات الأمريكية والأسواق الأمريكية هنتكلم عن بعض الرؤساء التنفيذين ونظرتهم للمستقبل فإن شاء الله ستكون حلقة مفيدة مهمة تحضيرية لعام 22 ودائما نقول الثروات تصنع في هذه الفترة الصعبة كورس متكامل 20 ساعة من المحتوى التعليمي ولفترة وجيزة في خصومات وبعدين السعر يطلع مرة أخرى نبدأ طبعا وزي ما قلنا الأسواق الأمريكية بدأت الأسبوع بأرقام مميزة ارتفاعات خمسة يام متواصلة ثم جاء يوم الجمعة وذكرت المستثمرين على التذبدب العالي في عام 22 جميع المؤشرات الأمريكية كانت على نزول وبالتحديد مؤشر الناس ذاك اللي نزل 1.87 فكان يوم يعني بعض الشيء شديد حنتكلم عن الأسباب ونبدأ طبعا بشركة سناب شات اللي طلعت بقوائمها المالية وكانت القوائم المالية من وجهة نظري غير جيدة النمو بالنسبة للشركة أقل ما يكون عبر تاريخ هذه الشركة ولكن أنا استغرب من المستثمرين في هذه الشركة لأني أنا أعتبرها من الشركات السيئة لها أكثر من عشر سنوات هذه الشركة ما قدمت شيء للمستثمرين عمرة هذه الشركة ما كانت يعني ربحانة دائما تخسر الأموال وبالتحديد طبعا لها فترة طويلة قاعدة تنزل نشوف كده أرقام الشركة وزي ما انتم شايفين المبيعات بالنسبة للشركة في الربع الأول كان 982 في عام 21 الربع الأخير اللي هو الحالي 1.1 فنمو فقط 13% ولكن كل شيء بالخاسر Operation Laws زادت الخسائر بالنسبة للشركة من 192 مليون دولار خسرانة في 21 إلى 400 مليون دولار يعني بدل ما إيش بتنزل التكلفة عليها قاعدة تزود التكلفة عليها والنت لوس بالنسبة للشركة 422 مليون دولار يعني خسارة مقارنة بالربع الماضي بـ 178% زيادة في الخسائر فتعتبر هذه الشركة غريبة عجيبة من وجهة نظري يعني الناس اليوم تتجه وتخرج من عالم السوشال ميديا والأثر المضر بالنسبة للسوشال ميديا ولكن ما زالت هذه الشركة بتخسر الأموال الكثير ومع ذلك يعني اليوم نزل الماركت كاب بالنسبة للشركة إلى 17 مليون هل أنظر إليها إلى فرصة للاستثمار أقول لكم دائما الشركات اللي بتخسر الأموال وليها فترات طويلة بتخسر الأموال تجنبوا الاستثمار فيها وبالتحديد ماذا فعلت هذه الشركة طيحت كل الأسوق هل يتكلم عنها أكتر طبعا كمان يوم الجمعة طلع تقرير مهم اللي هو الـ PMI Purchasing Managers Index اللي هو يعتبر من التقارير المهمة الاقتصادية لأنه يتكلم على الهلث حق السكتر المانيفاكترينج سكتر والسيرفوس يعني الصناعات في أمريكا وقطاع السيرفوس في أمريكا وزي ما أنتم شايفين على نزول شديد هذا الاندكس ويعتبر يعني من أقل نقاط من عام تقريبا 2008 من الـ Financial Crisis طبعا في فترة الجائحة نزل نزول شديد ولكن الآن شايفين على نزول فهذا التقرير يعطي قوة الاقتصاد الأمريكي وبالتحديد على نزول لو نشوف أهم ما جاء فيه الـ PMI ويقول لك الـ New Orders من ناحية المانيفاكترينج بيقولوا لك أنه الـ New Orders قاعد يقل ما بيزيد 12% بيقول لك زاد الـ Orders الجديدة ولكن 36% بيقول لك فيه ديكريس أو فيه أقل طلب على المواد الصناعية والصناعات غير كده طبعا الأسعار ويقول لك 55% زادت الأسعار بالنسبة للمانيفاكترينج فقط 3% بيقول لك أنه نزلت فما يعطيك انطباع أنه الوضع الاقتصادي اليوم فيه أقل طلب على المانيفاكترينج والأسعار أعلى فيقول لك هذا يعني مؤشر واضح أنه إحنا داخلين وإحنا فيه مرحلة ستاكفليشن يعني قلة في الطلب تضخم عالي وطبعا تبدأ تزيد البطالة فهذا التقرير من وجهة نظري أخاف الأسواق بعض الشيء لأنه كان شديد بعض الشيء شيء آخر ولو نشوف ماذا حدث هذا الأسبوع ككل طبعا آخر يوم وهو اللي بالفوق طبعا كل الشركات الدفاعية كانت التي هي بتحمي محفظتك الاستثمارية وكل شيء نقدر نقول فيه مخاطر عالية زي الـ Communication Services Technology, Consumer Staples المنتجات الاستهلاكية الغير الزامية كانت على نزول شديد لو ننظر كده للوراع ونشوف الأسبوع ككل وطبعا القطاعات المخاطرة فيها عالية زي Technology والIndustrials كلها كانت على ارتفاع والقطاعات الدفاعية كلها كانت على نزول هل هيستمر هذا الترند المخاطر أعلى في الأسواق خلينا نشوف ولكن المؤشرات زي ما قلنا يعني غير واضحة حتى الآن لو نشوف كده أداء الشركات والهيتماب والهيتماب بالنسبة للشركات الـ S&P 500 يوم الجمعة تقدروا تقولوا أغلبها بالسلبي إلا القطاعات الدفاعية طبعا وشركة سناب اللي طيحت كثير من الشركات وشركات كبيرة تخيلوا إنه شركة سناب شات طيحت جوجل ما يقارب 6% شركة يعني فوق التريليون دولار الماركت كاب بالنسبة لها طيحتها متى نزلت تقريبا 7% حتى السمي كوندكترز لو تشوفوا وتكلمنا في الحلقة الماضية أني أنا خرجت من كل الصفقات ولله الحمد أني خرجت من صفقات السمي كوندكترز كلها كانت نازلة منها نفيديا نازلة تقريبا 4% فكان يعني تقدروا تقولوا فيه شفت واضح وصريح يوم الجمعة أنه الشركات والمنتجات اللي فيها تكنولوجي والمخاطر أعلى هي اللي نزلت والشركات الدفاعية زي المنتجات الاستهلاكية الإلزامية هي التي حمت محفظتك الاستثمارية الهيلث كير نفس الشيء وطبعا الكهرباء واليوتيلتيز كانت هي اللي بتحمي فدائما مهم أنك تعمل البالنس المهم بالنسبة للأسواق في فترة يعني الارتفاع والمخاطر العالية والنمو تلاقي شركات التكنولوجي ترتفع في مرحلة الخوف والرعب تبدأ تلاقي القطاعات اللي هي ما تتأثر بالوضع الاقتصادي هي التي تحمي محفظتك الاستثمارية لو نشوف القصة كأسبوع كامل وانتوا زي ما شفنا كنا هذا أسبوع يعني مرتفع الأسواق في تفاعل أكثر بالنسبة للأسواق الأمريكية لكذا تلاقي مثلا تسلا طالعة 13% أمازون مرتفع أمازون طبعا عندها أخبار أخرى أنه دخلت في مجال الهيلث كير بطريقة أكبر اشترت شركة بما يقارب 4 مليار دولار هذه الشركة متخصصة في مجال الهيلث كير فبتخش في مجال الهيلث كير أكثر طبعا نيفيديا اللي نزلت 4% ولكن كان عليها ارتداد مميز 10% هذا الأسبوع وطبعا قطاع النفط كان جيد هذا الأسبوع أيضا يعطيك صورة مختلفة بعض الشيء هل سيتستمر الارتفاعات بالنسبة للأسواق الأمريكية ولا هتبدأ تنزل أقدر أقول لكم الأسبوع القادم هيكون أسبوع مهم جدا للأسواق الأمريكية لأنه فيها الـ FOMC وفي نفس الوقت هتطلع القوائم المالية لأكبر الشركات في العالم أبل أمازون جوجل وغيرها ومايكروسوفت طبعا خلينا طبعا هنتابع لكم هذه الحلقات أول بأول أول ما تطلع القوائم المالية بالنسبة للشركات تقرير مهم جدا وأختصر لكم ماذا يقول الرؤساء التنفيذيين من وضع التضخم ومن وضع الاقتصادي بالنسبة لأمريكا فدائما يسألوني عمر يا أخي أنت دائما متشائم أنا قدر أقول لكم أني أنا أعطيكم الواقع والحقيقة بالنسبة للأسواق الأمريكية ولله الحمد حتى الآن التشاؤم بالنسبة للأسواق كانت في محلها لأنه في النهاية يعني الأسواق ما زالت في نزول والترند ما زال نازل ولكن حتى الرؤساء التنفيذيين كثير منهم يعني غير واضح الأسواق نتكلم أول شيء عن جولدمن ساكس والرئيس التنفيذي ديفيد سالومن يتكلم أنه الانفليشن داخلة والتضخم داخل في الوضع الاقتصادي ولكن بيقول لك أنه في علامات تبين أنه التضخم بدأ ينزل ولكن نقطة مهمة يتكلم عنه أنه الوضع غير واضح لما يجيك واحد من أكبر البنوكة الاستثمارية في العالم يقول لك أنه الوضع غير واضح هذا شيء مهشر علامة استفهام كبيرة سيتي جروب تقول لك أنه الوضع الاقتصادي يعطيك انطباع وكثير من المؤشرات تعطيك انطباع أنه سنخش فيه ركود اقتصادي ولكن يتكلم أنه ميزانية المواطنين جيدة التوظيف مازال ممتاز في أمريكا بالنسبة للمواطنين جيد يعني الوضع الاقتصادي جيد ولكن يعتقد ربما نحدث في مرحلة ركود في السنة القادمة ولكن إذا دخلنا في مرحلة ركود ستكون ركود خفيف فهذا كلام سيتي جروب ماذا يقول وطبعا يعني في النهاية صعب جدا التكهن ماذا سيحدث ولكن أنا دائما أقول أعتقد أنه التضخم يعني ربما ينزل ولكن سيستمر لفترات طويلة للتارجت اللي حطه الفيدرالي اللي هو 2% هذا يعتبره تارجت يحتاج إلى فيدرالي شديد جدا أما مثلا اي بي ام ويقول لك أنه الوضع الاقتصادي ممتاز الشركة ما زالت جيدة وهو متفائل بالوضع الاقتصادي ولكن لو تنظر إلى أرقام اي بي ام وآخر 10 أيام نازل سعر السهم 10% يورك القوائم المالية بالنسبة للشركة ما كانت جيدة ولكن الرئيس التنفيذي متفائل شركة جي بي هونتر اللي هي تعتبر في مجال الترانسبورتيشن من أكثر الأشياء اللي بتأثر في التضخم هو شحن المنتجات وهي بتقول لك أنه يعني ما زال وضع الشحن مرتفع وما زال في مشكلة فيه السبلاي فكمان نقطة مهمة تسمعوها من قطاع الشحن طبعا شركة تسلا اللي بيقول لك ألن ماسك يقول لك أنه الوضع الاقتصادي جيد ولكن يقول لك أنه يعني الأسعار الكوموديتيز والسلع بدأت تنزل ولكن الوضع الاقتصادي حتى اليوم غير واضح وربما يكون فيه أخطاء كثيرة في الفوركاست بالنسبة لهم فحتى شركة تسلا غير واضح من وجهة نظرها اتجاه الاقتصاد AT&T اللي من وجهة نظري قال الرئيس التنفيذي يعني من أكثر الأشياء اللي خوافتني بتقول لك AT&T أنه كثير من المواطنين اليوم يعني ما بيقدروا يدفعوا الرسومهم الشهرية بالنسبة للتليفونات ويعني الانترنت وغيرها وفيه كثير منهم بيحاولوا يعني بيتخلفوا عن دفعات الانترنت والتليفونات فهذا خبر مخيف جدا بالنسبة له وطبعا كانت أداء AT&T ما كان جيد نفس الشيء Verizon شركة Verizon تقول لك أنه weak consumer يقول لك صرف المستهلك ضعف يقول لك التضخم بيأثر بشكل كبير على محفظة المواطنين فهذا كمان مؤشر خطير جدا من شركة زي AT&T و Verizon اللي هما يعتبروا الاثنين يعني كل الناس في العالم نقدر نقول هذه الشركات يعني تقدروا تقوله زي المونوبلي أو في النهاية احتكار كل الناس تحتاج إلى تليفونات تحتاج إلى انترنت فبتقول لك وضع وضع الكونسيومر أو المستهلك وضعه خطير في الفترة القادمة فلازم نسمع لهذا الكلام غير كده طبعا Johnson & Johnson بتقول لك أنه التضخم مازال مستمر cost of labor الموظفين أسعارهم غالية الانرجي وأسعار الطاقة مرتفعة والنقل والترانسبورتيشن مرتفعة ويعتقد أنه يعني هذا هذا التضخم سيستمر على الأقل إلى نهاية 2023 طبعا نتفليكس وقالت طبعا اللي تكلمنا عن حلقة نتفليكس اللي ما شاف أنصح أحضروها يتكلم كان المتوقع أنه يخسروا 2 مليون سبسكرايبر خسروا فقط 1 مليون سبسكرايبر يقول لك الـ outlook بالنسبة لهم جيد ولكن أبغى أذكر الناس أنه نتفليكس في أمريكا ما زالت بتخسر سبسكرايبرز بشكل عالي جدا جدا مقارنة بالدول فلما يقول أنه أنا ما خسرت 2 مليون أقدر أقول لك في أمريكا أنت خسرت ولكن ما فعلته اللي هي حركة زكية في آسيا ماذا فعل نزل أسعار السبسكريبشن في نتفليكس مما أدى إلى ارتفاع عدد السبسكرايبرز فنقدر نقول أمريكا غير واضحة أبدا من تقرير نتفليكس سناب شات اللي طلعت بقوائم يعني من أسوأ ما يكون خسارة ما يقارب 400 مليون دولار يقول لك أنه أول شيء تسويها الشركات هي تقطع الأدفرتايزنج أو الدعايات وميزانية الدعايات وبالتحديد هذا اللي صار فبيقول لك أنه بيشوفوا أنه ضغوطات كثيرة من الشركات أول ما تبقى تخفف من الخسائر أو تبقى تخفف من البجت على طول تقطع في الأدفرتايزنج عشان كده طيحت جوجل وطيحت فيسبوك وغيرها من الشركات طبعا فورد ماذا تقول وفورد عيني عينك بتقول لك أنه حنقطع 800 وظيفة 8000 وظيفة في شركة فورد فهذا كمان يعني الشركات يعني بتقول لك كلام يعني شديد جدا الوضع القادم وللأسف يعني طبعا خبر من وجهة نظري كان شفته مميز ما أعرف إذا مميز ولا لا ولكن أدوني رأيكم في الكوميتس شركة أبل بتبدأ وبتخش في مجال السيارات اليوم عندها سوفتوير وبدأت تركز في مجال السيارات بسوفتوير قوي جدا بتقول عنه فعملت لونش لهذا السوفتوير هل ستؤثر على الشركات الأخرى هل من وجهة نظرك تشتري سيارة مقدمة من أبل ولا لا خلينا نشوف ياريت تحطونا في الكوميت أراكم نقطة أخيرة بغى تطرق إليها ألا وهي يعني ليري فن ليري فن الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك يتكلم عن وضع خطير جدا في مجال الأكل والغذاء ويحذر العالم من مرحلة مجاعة في العالم وهذا شيء يعني صراحة أبغى تطرق إليه في حلقة اليوم لأنه مهم جدا خاصة أنه اليوم رقريت تقرير في بلومبرغ يقولك أنه أسعار الغذاء وبالتحديد أسعار الخبز مرتفعة بشكل عالي جدا تخيلوا في أكبر اقتصاد في العالم أمريكا مرتفع سعر الخبز ما يقارب 70% من دولار تقريبا إلى 1.7 دولار فهذا إذا في أكبر اقتصاد قديش بيأثر عليهم أسعار الخبز ونذكر الناس أنه الخبز يعتبر من أهم وسيلة غذائية حول العالم فياريت كده كمان الناس حول العالم واللي في القناة بتحضرنا ياريت تحطوننا أسعار الخبز بالنسبة لكم قديش ارتفع هل في ارتفاع هل كان في نزول هل صار فيه يعني من الحكومات سبسيدايز أو يعني تحملت هذه الخصائر ياريت تحطوننا في الكومنس وضع الخبز لأنني من وجهة نظري هذه مشكلة كبيرة جدا لازم نحضر ولازم نعمل الأشياء يعني الإنسانية في هذا الشيء لأنه أنا من وجهة نظري في دول كثيرة ستعاني في الفترة القادمة خاصة في المواد الغذائية إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم حلقة سريعة كده ولا تنسوا تشاركونا في تويتر ودعمكم في تويتر أنه بنقدم محتوى مختلف وغير اللي بنقدم فيه يوتيوب شكرا وإلى اللقاء